كما تعلمون قضية الطائرات المسيرة في الداخل العراقي هي لا تمولها الحكومة العراقية بأي شكل من الأشكال بل أن هذه الميليشيات كما هو واضح وكما كشف بني جانت سابقا يذهبون للتدرب في مطار كاشان على سبيل المثال ويعودون إلى العراق وكما وضحت التحقيقات في محاولة اختيار رئيس الوزراء العراقي سيد مصطفى الكاظمي أن هذه الطائرات محلية يصنعونها بالأدوات التي يمتلكونها ويطيرون هذه الطائرات أي أن البنك المركزي العراقي ليس متدخل لا من بعيد ولا من قريب وهنا تأتي النقطة الأساسية التي أحاججك بها في هذه القضية كيف لهذا القرار مرة ثانية أن يخدم قضية المنطقة بشكل عام للخلاص من هذه الطائرات المسيرة هذا يضع ضغوطا على دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بإنتاج هذه الطائرات واستعمالها يعني إذا وجدت الإدارة الأمريكية بأن الحكومة العراقية لها ضلع أو أن أشخاص أو عناصر من هذه المنظمات التابعة لإيران تصنع هذه الطائرات في داخل العراق إذا وجدت الحكومة الأمريكية بأن الأجهزة التي تستعمل أو المواد التي تستعمل لصنع هذه الطائرات هي سوف تعرض الشركات التي تبيعها إلى هذه العناصر أو الدول التي تبيعها إلى العناصر الطائرات المسيرة إذا تذكر جيداً في إيران حصلت عندما كان أوباما رئيساً للولايات المتحدة وبايدن كان نائباً للرئيس آنذاك كان هناك طائرة مسيرة أمريكية يبدو بأن البعض في إيران استطاع أن يجذب هذه الطائرة إلى إيران عندئذ أبلغ البنتاجون الرئيس أوباما هل يريد ضرب هذه الطائرة قبل أن تقع في يد الإيرانيين؟ الرئيس أوباما آنذاك قال لا خلوها تقع في الأراضي الإيرانية وبالفعل استطاع الإيرانيون آنذاك في عهد أماما أن يطوروا طائرات مسيرة شبيهة بالطائرة التي أسقطتها إيران واستطاعت إيران أن تصنع عدة أنواع من هذه الطائرات ولذلك نجد مثلا في الوقت الحاضر إيران وتركيا هما أكثر دولتان في الشرق الأوسط التي تصنعان هذه الطائرة هذه الطائرة استعملت ضد القوات الأمريكية في العراق استعملت ضد قاعدة تنف كما ذكرت حضرتك استعملت ضد البواخر في الخليج العربي وفي منطقة الخليج العربي خليج عمان مثلا استعملت ضد دول أخرى كما حصل مثلا في السعودية عندما ضربت منطقة بقيق التي فيها مصافي للبترون إذن هذه الطائرات تشكل تهديدا وأعتقد أنه من الضروري إذا ما كان هناك أي نوع من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي الإيراني إدخال هذا العنصر لأنها عندما جرت الاتفاقية سنة 2015 لم تكن إيران آنذاك تصنع هذه الطائرات ولا تركية إذن بإمكان الرئيس بايدن أن يزيد إضافة إلى الصواريخ الباليستية التي يريد أن يعمل اتفاق مع إيران حولها وبالإضافة إلى مساعدة إيران للمنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية إضافة الطائرات المسيرة أيضا طيب ولكن بحديثك عن الطائرة المسيرة التي أسقطها الإيرانيون في زمن باراك أوباما لم تخني ذاكرة كذلك كانت هناك طائرة مسيرة في زمن دونالد ترامب أيضا أسقطوها من دون أن يفعل دونالد ترامب أي شيء لا تعتقد القصتين متشابهة هنا؟ والطائرة التي في عهد أوباما لم يسقطها الطيران أو الصواريخ الإيرانية ولكن كما تعلم الطائرات المسيرة هي طائرات ممكن إدارتها بواسطة الكنترول إذن أوباما كان بإمكانه أن يأمر البنتاجون بضرب الطائرة ولكن سمح للطائرة بأن تنزل في أحد المطارات في إيران ما حصل في عهد ترامب كانت هناك طائرة مسيرة قررت إيران ضرب هذه الطائرة عندما علم الرئيس ترامب آنذاك في ذلك سأل المسؤولين إذا قمنا بعملية عسكرية ضد إيران ما هي الخسائر البشرية قالوا له بأنه على الأخل سوف يقتل حوالي 150 شخص عندما قرر ترامب عدم الانتقام من هذه الطائرة فإذن الوضع فيما يتعلق بالطائرة التي لم تسقط ولكن أنزلت إلكترونيا في المطار الإيراني أما الطائرة الثانية فهي التي أسقطها الإيرانيون بنيراني